السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول بعد حياكم الله وعن أخواتي في برنامج آية وفايدة الآية معنا سورة البقرة آية 177 قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم متقون هذه الآية فيها فوائد كثيرة أهم فائدة يعني استخلصها من هذه الآية أخواني أخواتي أن القضية الكبرى هي طاعة الله سبحانه وتعالى إرضاء الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن التفاصيل لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر المسلمين بأن يغيروا القبلة من بيت المقدس كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس فأمارهم الله سبحانه وتعالى أن يتحولوا إلى الكعبة يعني تخيلوا ما كانوا في المدينة كانت قبلتهم إلى الشمال فأمارهم أن يتحولوا 180 درجة إلى الجنوب الكعبة بيت الله الحرام طيب فتكلم السفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها طيب فرب العالمين الذي يريده من الناس الطاعة يريد من الناس الطاعة سواء تتوجه إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال الجنوب الأمر الأهم أخواني أخواتي هو طاعة الله سبحانه وتعالى يأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تصلي ركعتين أو تصلي أربع أو تصلي ثلاث لا تناقش فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العليم وهو الحكيم عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى وترضي الله إذن في هذه الآية أخواني خواتي يوضح لنا رب العالمين شنه هو البر وشنه هو الطاعة وشنه هو الإيمان الحقيقي الصحيح فقال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر الإيمان الصحيح والطاعة الكاملة وصفات المؤمن الحقيقي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فهذه من أركان الإيمان أنت ذا تتكلم عن الإيمان والمؤمن الحقيقي تعال أنا أقول لك من هو المؤمن الحقيقي شيء الأول من آمن بالله يؤمن بالله يؤمن بالله ربا وإلها لا يستحق أحد غيره العبادة وتؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى هذا هو الإيمان وكذلك تؤمن باليوم الآخر أنه بعد هذه الحياة طيب موت وبعد الموت البعث والنشور ثم إلى جنة أو إلى نار وأهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار أقصد الكفار مخلدون في نار جنهم والعياذ بالله طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى والملائكة يعني تتسأل عن البر وعن الإيمان الحقيقي لابد أنك تؤمن بالملائكة وتؤمن بجميع الملائكة لا تفرق كما كان الكفار يفرقون طيب أو كما كان اليهود يفرقون لا إحنا ما نؤمن بجبريل نبي ميكائيل أو نبي إسرافيل سبحان الله يفرقون بين الملائكة كل ملائكة من خلق الله سبحانه وتعالى كل ملائكة يفعلون يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويجب علينا أخواني أخواتي أن نؤمن بجميع الملائكة كما أمر لله سبحانه وتعالى أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الكتاب يعني يجب علينا أن نؤمن بجميع الكتب يعني كلمة الكتاب مفردة لكنها المقصودة جنس الكتاب يعني يجب علينا أن نؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم موسى وجميع الكتب التي لم تذكر لنا لأن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل الأنبياء والرسل معهم الكتب فيجب علينا أن نؤمن بجميع الكتب التي ذكرت لنا والتي لم تذكر لنا طيب فهذا أمر مهم لكن بخضية مهمة جدا أخواني أخواتي أن لما نقول نؤمن بجميع الكتب لكن بالنسبة لنا الآن يجب أن نتبع فقط القرآن يعني هذا مو معناة أن الآن مسموح لنا أن نأخذ بالتوراة بالأحكام موجودة في التوراة والأحكام موجودة في الإنجيل أو واحد يمكن يطلع لنا مثلا الزبور أو صحف إبراهيم لا على الناس جميعا أن يتبعوا الآن فقط القرآن ليش؟ لأن القرآن هو كتاب خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام وهذا القرآن مهيمن على جميع الكتب ودين محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة محمد مهيمن على جميع الشرائع فالآن يجب على جميع الناس أن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك أن يعملوا بالقرآن لأن من الأمور أننا لا نعلم أن التوراة والإنجيل المعلومة الصحيحة فيها والمعلومة المحرفة والمعلومة المخفية هذا أمر مهم جدا أخواني أخواتي وبعد ذلك قال والنبيين يعني من صفات المؤمن الحقيقي من الإيمان المطلوب أن يكون عندنا إيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تفرق بين أي نبي ونبي لا ما يجوز واحد يقول والله أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بلوت أو أنا أؤمن بزكريا ولا أؤمن بأحياء يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء ونحب جميع الأنبياء طيب ونوقر جميع الأنبياء طيب كما قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني ما يجوز لنا أن نفرق في قضية الإيمان بين الرسل لا يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل نعم نحن نؤمن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في أنبياء ورسل أفضل من الثانين لكن من ناحية أصل الإيمان الكل سواسية أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى وبموسى ويحي وزكريا وآدم أنهم أنبياء الله ويوحى إليهم وكذلك في نفس الوقت أؤمن بأنهم يتفاوتون في المنزل عند الله سبحانه وتعالى وكلاً وعد الله الحسن والكل وعدهم الله سبحانه وتعالى الحسن في الجنة في على الدرجات وهم خير الناس عليهم الصلاة والسلام أخواني هذا مهم جداً أن الإسلام دين عمل وليس فقط إدعاء وتمني أن الإسلام دين اعتقاد وعمل لكن الإنسان يقول أنه والله بس أتكلم وبس أدعي هذا ما يمشي طيب هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى نحن نريد من المسلم أن يكون عنده اعتقاد صحيح وأن يكون عنده كذلك عمل صالح لو تلاحظون أخواني خواتي في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات فهذان الأمران هما مطلوبان أن يكون الإنسان عنده إيمان بالله وحده والإيمان كذلك باقي الأمور التي ذكرناها وكذلك يكون عنده عمل صالح مو أي عمل لا يكون عمل صالح شنو معنات العمل الصالح أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله الكريم ويكون موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خالصاً صواباً يعني أنا أقوم بهذه العبادات ابتقاء مرضات الله وموافق فيها لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا لمرضاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس العلى أزاكم الله خيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة